طب الله عجبتني جدا الفكرة دي الأول إزايك وعملين إيه يا رب تكونوا بخير عجبتني جدا 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 الفكرة دي عارفين أنتوا كده لما يجوا لك تقنين الأوضاع مثلا لك الناس مش عايف عندها تقنين الأوضاع الناس عندها كذا تقنين الأوضاع زي مثلا فكرة تقنين أوضاع الضيوف اللي موجودين في مصر وإن كان بشكل غير سليم 100% قانونيا فيتم تقنين أوضاعهم وما إلى ذلك فييجي النهاردة وإحنا في افتتاح هذا المؤتمر العالمي الحقيقة المؤتمر العالمي السكان والصحة والتنمية فالرئيس وهو يتحدث على مسألة تقنين عملية الهجرة إلى الدول التي تحتاج مورد بشري تحتاج إلى عمالة تحتاج إلى ناس لأنه عندها انخفاض ملحوظ وشديد ومقلق بالمناسبة في معدلات الموليد وبالتالي عدد السكان أصبح بيتقلص من ناحية في بعض الدول القدرة أو القوة الشبابية يعني معدل الشباب إلى إجمالي السكان قليل جدا يمكن فيه من الأمثلة البارزة جدا زي ما أنتم عارفين أكيد ألمانيا ودول أخرى في القرى الأوروبية الفكرة اللي قالها الرئيس فكرة مش بس وجيئة فكرة الحقيقة لامعة جدا وبعدين أنا أظن إذا كمان يعني وأنا أظن ده يدور بالتأكيد بالتأكيد في زهر الرئيس مسألة أن مصر مش بس زي ما قامت بالدور الفعال والمهم جدا 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 في القضاء على الهجرة الشرعية من سواحل شمال إفريقيا فتقدر مصر تلعب دور آخر في مسألة تقنين أوضاع العمالة الإفريقية التي تريد الهجرة إلى الشمال هستأذنكم بقى قبل ما نبدأ الكلام إحنا عاوزين نسمع مقتطفات صوتية أو نشاهدها ونحن نسمع الرئيس وهو يتحدث في هذا اليوم وهو افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية واللي أوصى فيه الرئيس أن يقام هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية خلينا نسمع هذا المقتطف الصوتي بعد كده نرجع لكمل الكلام إن إحنا ممكن وحيسعدنا وإحنا مستعدين إن إحنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه هو فرصة كبيرة جداً ومنصة مهمة جداً إحنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جداً مشكلة السكان مش بس وكنت أتمنى إنه برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم وبرضو بنظرة شاملة سريعة جداً عن موارد العالم حتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم مش بس على قد مصر ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضاً شكل آخر باللي بيحدث في العالم في دول اللي استطاعت إنها تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكتر من مليار ونص أو مليار وستمائة مليون والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جداً ولكن لا تستطيع أن تفعل يعني إنها تساهم في ده فاسمح لأقول إن إحنا يعني بأكد إن إحنا فرصة إن إحنا ننظم هذا المؤتمر السنوي أمر في المنتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جداً جداً اللي بنتكلم فيه